لأنهم أكرموا من في الدنيا وأنبلوا بني البشار وتكريماً لهم في عيدهم قموا وفدوا من الفعاليات الرسمية والحزبية والأهلية في محافظة السويداء بزيارة نصب الشهداء في قارية المزرعة في المحافظة السادس من أيار عيد الشهداء أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشار هم مشاعر النور على طريق التضحية والفداء وهم القنجال الذين تنحني لهم الهامات وهم الذين طحوا بدمائهم الزكية من أجل تحرير سوريا والحفاظ على وحدتها الشهداء مشاعل نور مشاعل وسام وفخر واعتزاز نعتز به جميعاً على مدى الأجيال طبعاً سوريا الصامدة بشعبها الأبي الصامد بجيشها الباسل قام وفدهم بتدشين عدد من نصب الشهداء الذين ارتقوا خلال الحرب الظالمة على سوريا وزيارة عدد من أسرهم الذين عبروا عن فخرهم واعتزازهم بشهادة أبنائهم مؤكدين الاستمرار بتقديم التضحيات في سبيل تحقيق النصر وأعلاء راية النصر يرحم الشهداء وشهداء الوطن اللي ضحوا بدمهم في سبيل استقلال هذا الوطن الله يخليكم ويوفقكم ونحن كنا على طريق طريق الشهادة سائرين من نحن الجيش من قلهم كل عام انتوا بخير نحن منعتز بشهادتهم الله يرحمهم جميع الحقيقة بتعجز الكلمات انه توصف مقدار التضحي اللي قدموها واللي بس اكيد هني قدموها لانهن بحبوا وطنهم لانهن تربوا على محبة وطنهم الله يرحم جميع الشهداء ويرحم شهدائنا والله يحمي الجيش والحمد لله الله يرحم الشهداء كلية الله يرحم الشهيد ويرحم جميع الشهداء كلية نحن يا خالد لو نقدم رواحنا اللي قدمش كثير الله يرحم الشهداء اللي يضحوا بدمهم وضحوا برواحهم والله يعمر هالبلد الشهادة وهي طريق النصر سوريا يوميا تزف أبناءها الشهداء في محاربة الإرهاب فبدمائهم الطاهرة تعطرت راب الوطن ليبقى عزيزا منعا في وجه الأعداء اشتركوا في القناة